السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسلام كل باسماني. اه كتابة رسالة التهنئة اه كتابة رسالة لصديقتي اهنئها بنجاحها في اه اه الصف السادس. ولدينا ايضا مناسبة نجاح صديقتي في اختبار القرآن. يعني اه الرسالة دي تصلح يعني في اي رسالة اه نجاح سواء كان مصطف السادس او اه في اختبارات النجاح في اختبارات مثلا انشطة اي اي نجاحات. رسالة مكتملة العناصر. اه عند كتابة الرسالة اه هناك شروط لكتابة الرسالة. اه نكتب في البداية البسملة من ناحية اليمين او في نصف السطر البسملة البلد والتاريخ ممكن البلد في تاريخ من ناحية اليمين او من ناحية الشمال. انا كتبت من ناحية الشمال جزائر البلد والتاريخ طبعا بيتغير. انا كتبت هنا الجزائر تمانية واحد الفين وعشرين منكو تغير البلد ومنكو تغير التاريخ. تمام? اه تكتب الرسالة او تاريخ الرسالة في اليوم اللي هتكتب فيه الرسالة تكتب التاريخ. الى صديقتي العزيزة خديجة. اسم المرسل اه صديقتي اللي هرسل لها الرسالة اسمها خدجة. ممكن كمان تغير اسم المرسل. تحية الرسالة. تحية دي ممكن تحفظها وتكتبها في اي تحية رسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة ملقوها الشوق والمحبة. اما بعد تحت يكده اما بعد او جنبها اما بعد او وبعد. ندخل على الرسالة او مضمونة رسالة اه مقدمة. رسالة مثل التعبير مقدمة وعرض خاتمة. اترك فراغ في البداية هنا المقدمة في البداية. مسافة كلمة. ارسل لك ارسل لك اجمل التهاني. ارسل لك اجمل التهاني بمناسبة نجاحك في الصف السادس. مبارك عليك هذا الانجاز العظيم. فانت تستحقين كل النجاح والتفوق. ارسل لك اجمل التهاني بمناسبة نجاحك في الصف السادس. مبارك عليك هذا الانجاز العظيم. فانت تستحقين كل النجاح والتفوق. لقد كنت مثالا. لقد كنت مثالا للجد والاجتهاد المطابرة. تركت الكسل ولم تتباطئي عن دروسك. ما جعلك اهلا للنجاح. انا فخورة بك جدا. فانت صديقة رائعة وانسانة طموحة وطالبة مشتهدة. وعلم انك ستستمرين في تحقيق المزيد من النجاحات. فانت صاحب الطموح كبير وعزيمة صلبة. كم انا احبك كثيرا. خاتمة. وفي الاخير اتمنى لك التوفيق في حياتك او دوام الصحة والعافية. اضع نقطة. اترك فراغ في بداية الخاتمة مسافة كلمة. وهنا ايضا هنا مسافة كلمة. وهنا اترك فراغة ايضا انا نسيت ما اترك هنا فراغة. بداية اللي صلبه الرسالة. لا تنسوا علمات ترقيم الفاصلات والنقطة. ادي نقطة. ادي فاصلة فاصلة نقطة. وغيرها علامة تعجب. نقطة. اه في الاخير هنا اه بعد ما اكتب الرسالة اسم المرسل اللي كتب الرسالة وقع اسمه من ناحية الشمال صديقتك صفاء انا ذكرت اسمي صفاء من ناحية الشمال. الرسالة اضع الرسالة في مربع. دع رسالة في مربع. نقرأ آآ الرسالة الثانية طريقة اخرى يعني الى حد ما مختلفة. آآ ممكن هنا آآ نغير آآ فقط آآ آآ المناسبة تانية بمناسبة كذا يعني آآ ممكن نذكر هنا آآ بمناسبة نجحكي في اختبار القرآن بدل نجحكي في الصف السادس. مناسبة نجحكي في الصف السادس ممكن مناسبة نجحكي في الاختبار القرآن ممكن تغيرها فقط. او آآ بمناسبة نجحكي في مسابقة الشعر تمام بسم الله الرحمن الرحيم العراق تمانية واحدة الفين اربعة وعشرين الى صديقة العزيزة خديجة تحية عطرة من القلب ارسلها لك صديقتي رجيم من الله ان تكون في اتم الصحة والعافية اما بعد اه هنا اه تحية الرسالة تحية هذه تحية وهذه تحية اخرى تحية دي السلام عليكم رحمة الله وبركاته تحية طيبة ملقوة والشوق والمحبة انا غيرت التحية دي والتحية اخرى تحية عطرة من القلب ارسلها لك صديقتي رجيم من الله ان تكون في اتم الصحة والعافية اما بعد مضمون الرسالة ارسل لك هذه الرسالة لاشاركك فرحة او شاركي ولي اشاركك فرحتك بنجاحك في اختبار القرآن قد كنت دائما قريبة من قلبي واسعادني كثيرا ان ارى انك قد حققت هذا الانجاز العظيم اعلم يا صديقتي انك بذلك الكثير من الجهد والتعب لذلك انا اشعر بالفخر الشديد بك انت حقا مثال الجد والمثابرة والاشتهاد وانا متأكدة انك ستستمرين في تحقيق المزيد من النجاحات اضع نقطة خاتمة الرسالة وفي الاخير اضع الله ان يوفقك في حياتك الدراسية والمستقبلية وتمنى ان نحتفل بنجاحك معا قريبا الى اللقاء هنا ختمة الرسالة بتكون تمني او دعاء انا هنا جعلت هنا دعاء تمني وفي الختمة الاولى ختمة الرسالة الاولى تمني الختمة تكون تمني او دعاء او شاهد ممكن نضيف الختمة صديقة كين مخلصة صفة داخل المربعة. موجود في قنوات تيوك رسائل كثيرة انا كتباها. اذا اردتم اي رسالة مو عينة غير موجودة في القناة ان شاء الله ننزلها لكم ولكن اضطبونا في التعليقات واشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة والاشتراكات دي كلها بتدعمنا. خلينا ننزل لكم المزيد. شاهدوا الفيديو اذا تستطيعوا تشيروا الفيديو وشاهدونا الفيديو. واجزاكم الله خيرا. عايزين نوصل للقناة الاكبر عدد مشتركين في اقل وقت ممكن يعني عايزين نزود عدد المشتركين. اراكم في رهاية القادمة دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.